عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابة ونويبع في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريبا لمدينتي طابة ونويبع لتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين ومتابعة موقف الفنادق المتعترة وذلك بهدف إعادة أحياء التروى العقارية السياحية والعمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين مشاددا على أهمية العملية على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة وأكد استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع السياحة هناك